موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من برنامج كشك الصحافة نطالع فيه أهم وأبرز ما قالته الصحافة اليمانية والعربية الصادرة اليوم والتي تابعت العديد من الموضوعات ونبدأ من المواقع الإخبارية المحلية والبداية من موقع المصدر أونلاين والذي تابع الأوضاع التي تعيشها مدينة تعز وعلق الموقع مجزرة جديدة للحوثيين في تعز ضحيتها خمسة أشخاص من أسرة واحدة ومن التفاصيل نقرأ لكم سقط قتل جلهم من أسرة واحدة إثر قصف تعرض له منزلهم في أحد أحياء مدينة تعز في ساعات الفجر الأولى وقال مراسل المصدر أونلاين إن المواطن أحمد العز قتل مع زوجته وسلاثة من أطفاله إثر سقوط قذيفة على منزله في أحي مستشفى الثورة بتعز يتابع الموقع المواجهات بين المقاومة والجيش الوطني والحوثيين وقوات صالح تجددت في وادي الزنوج شمال مدينة تعز ومن العنوين أيضا اجتماع الحكومة والمحافظين ناقش ملف التهجير وخيارات مالية في مواجهة سلطة صنعاء وإلى موقع دانتايم والذي تابع العديد من الموضوعات وعنوان المسؤول الإعلامي لجبهات الصبيحة اضطردنا إلى شراء دبابات وقال الموقع إن أبناء الصبيحة بمحافظة لحج استنكروا وبشدة ما وصفوه بالصمت المخيف والخدلان تجاه المقاتلين في جبهات الصبيحة الذين قالوا بأنهم اضطروا إلى شراء دبابات ومدافع وأسلحة متوسطة للدفاع وقال أحمد عاطف حسن الصبيحي المسؤول الإعلامي لجبهات الحدود الشمالية والغربية في تصريح صحفي بأنه ولأول مرة في التاريخ يضطر المواطنون إلى بيع الأغنام والأبقار وسياراتهم ويجمعون ثمنها لكي يشتروا سلاحا يدافعون به عما تسمي نفسها دولة شرعية التي عاد اليوم أعضاؤها إلى عدن ومن العنوين أيضا ازدهار تجارة السوق السوداء للبترول والديزل في عدن عقب الأحداث المتسارعة الأخيرة بخصوص الأطفال الذين تجلدهم ميليشيا القتيل القتال تساءل موقع الموقع بوست وقال هل سيدفع الحوثيون بالأطفال مجددا إلى جبهات القتال وقال الموقع بوست أحدث إطلاق الأسرى الحوثيين من الأطفال في مأرب والذي نفذته المقاومة الشعبية والجيش الوطني تأثيرا إيجابيا في أوساط اليمنيين وتساءل مراقبون بعد حديثة الإفراج هل ستتعض ميليشيات القتيل بعد الإفراج الإنساني عن الأطفال وإرشادهم من قبل المقاومة والتحالف العربي وإكرامهم وإعادتهم إلى أهليهم معززين مكرمين أم أنها ستزج بهم من جديد في معاركها الوهمية وينقل الموقع عن رئيس مركز مسارات الاستراتيجيات والإعلام باسم فضل الشعب قوله نتوقع أنه يعاد استخدام الأطفال مرة أخرى في الحرب فقد حدثت تجارب سابقة حينما تم إطلاق أطفال ألقي القبض عليهم فعدا وعندما عادوا إلى قراهم تم الزج بهم مرة أخرى في الحرب هل نقترب من حل في اليمن؟ تحت هذا العنوان كتب صادق ناشر مقاله المنشور في العديد من المواقع الإخبارية وقال الكاتب اليمنيون يدركون أن المفاوضات هي آخر أمل لهم في عودة الأوضاع إلى طبيعتها وبالطبع في حدودها الدنيا ذلك أنهم يدركون أن حل المشاكل لا يمكن أن يتم بعصى سحرية فالاحتقان السياسي بين القوى والأطراف المختلفة قائم منذ عقود وردم الهوى بينها يبدو مستحيلا في مثل هذه الظروف حيث المواجهات العسكرية لا تزال على أشدها في مختلف جبهات القتال في الداخل بخاصة في نهم بالقرب من العاصمة صنعاء وشبوة يحاول الحوثيون ومعهم صالح الحفاظ على المكاسب العسكرية على الأرض لأن ذلك يمنحهم أوراق إضافية وحدها تعز تبقى نقطة ضعف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية فالحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق يرغبون في إبقاء هذا الملف مشتعلا والدليل على ذلك أن التهدئة التي تم الإعلان عنها منذ العاشر من إبريل لم تحظى تعز بها حيث استمر الحوثيون وجماعة صالح في العبث بالمدينة ورفض فك الحصار المفروض عليها منذ إبريل عام 2015 وارتكاب المجازر فيها كان آخرها أمس الأول حيث قتل في مجزرة الباب الكبير أكثر من ثلاثين شخصا وجرح عدد آخر منهم ويبقى السؤال قائما حول ما إذا كانت المفاوضات ستفضي إلى حل نهائي في اليمن أم أنها ستكون محطة أخرى من محطات الصراع كما حدث عام 1994 عند توقيع وثيقة العهد الاتفاق في العاصمة الأردنية عمان حيث اندلعت الحرب بعد شهرين من توقيعها ومع اختلاف الظروف في الحالتين إلا أن الآمال معقودة على مرحلة جديدة من الحلول السياسية حيث تضغط أطراف إقليمية ودولية لإنجاز حل يعيد الأوضاع إلى سابق عهدها ولو أن ذلك سيحتاج لكثير من الوقت والجهد معا وإلى موقع يمن مونتر والذي ركز على أبرز العناوين والأخبار ومنها عشرون ألف موظف في الكهرباء يبحثون عن فرص عمل مع تفاقم الوضع باليمن يقول الموقع تفاقمت حياة موظفي مؤسسة الكهرباء اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء والبالغ عددهم أكثر من عشرين ألف وأصبح أفرادها يعتبرون أنفسهم فئة مهمشة بين موظفي المؤسسات والمصالح الحكومية الأخرى وهم بحاجة ماسة للبحث عن عمل يغينهم على العيش يتابع الموقع جميع مستحقاتهم المالية متوقفة منذ إبريل الماضي ما أثر على معالم الحياة الطبيعية لديهم وأصبحوا غير قادرين على الإيفاء بالتزاماتهم المالية تجاه أسرهم وعلى صعيد متصل بإرادات مؤسسة الكهرباء فإن أسباب عدم تشغيل محطات الكهرباء في اليمن يعود إلى رفض وزارة النفط تزويد المؤسسة باحتياجات المحطات من الوقود واعتباره دينا يتم سداده بالتقصيط وطلب قيمتها نقدا من المؤسسة برغم معرفتها بتوقف إراداتها حسب ما أفاد مسؤولنا في الوزارة وإلى الوحدة وينت والذي عنوان المخلافي الإنقلابيون أفشلوا عمل لجنة المعتقلين في مشاورات الكويت برفضهم الصريح الالتزام بمقتضيات القرار 2216 ونقل الموقع عن وزير الخارجية قوله إن الحكومة الشرعية والتحالف العربي ملتزمون بحماية الطفولة واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تمنع وتجرم تجديد الأطفال واستخدامهم في المعارك وأضاف المخلافي في بلاغ صحفي أنه في الوقت الذي تستمر فيه ميليشيات الحثي وصالح بقتل النساء والأطفال والمدنيين واستمرارها في الزج بالأطفال إلى المعارك سلمت الحكومة ستة من الأطفال الذين أسرتهم قوات الجيش الوطني والمقاومة إلى أهاليهم وصرفت لكل منهم مئة ألف ريال يمني وأوضح المخلافي أن الإنقلابيين أفشلوا عمل لجنة المعتقلين في مشاورات الكويت برفضهم الصريح الالتزام بمقتضيات القرار الفين ومائتين وستة عشر الذي ينص على الإفراج عن المعتقلين المشمولين بالقرار والضغط عليهم لوقف قتلهم للمدنيين ودع المخلافي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الضغط على الميليشيا لكشف مصير المختطفين والمحتجزين لديها وفي مقدمتهم من شملهم القرار الأممي اثنين وعشرين ستة عشر والإفراج ثورا عنهم وعن جميع المختطفين والمحتجزين تعسفيا تعز بين فترتين تحت هذا العنوان كتب عبد الإله الحريبي ما قاله المنشور في العرب الجديد وقال الكاتب كنت في تعز قبل أشهر وأقصد المدينة المحاصرة ذلك أنني من أريافها مكثت فيها أكثر من شهرين عايشت خلالهما مجازر الميليشيات في أحياء الكويت وستة وعشرين ستمبر والضبوحة وكانت المقاومة والجيش الوطني يعانيان من ضعف الأمدادات وربما انعدامها على رغم كل الحصار تجد الإنسان في هذه المدينة مؤمنا بحتمية الانتصار مهما كانت صعوبة الأوضاع يرفض المقاومة والجيش الوطني بما يستطيعه بعد تلك الفترة تم تحرير مناطق مهمة واستراتيجية في المدينة وهي الحصب ووادي الدحي وبيرباشا والمطار القديم وجزء من منطقة الضباب وهو الجزء الأكبر وتم تحرير كثير من المرتفعات التي كانت الميليشيات الإجرامية تستهدف المواطنين بالقنص والقصف منها وفي الفترة الثانية وهي هذه التي أعيشها بدت ظروف المعاناة أقسى في جوانب كثيرة للمقاومة وللمواطنين وجرائم الميليشيات ما زالت تتواصل تضرب الأسواق وأماكن تجمعات المواطنين ورجال المقاومة الشعبية يصدون هجماتهم على المدينة في جبهات المواجهة المختلفة وخصوصا الشرقية والشمالية ويضطر شباب المقاومة للرد على هجمات الميليشيات الحثية العفاشية بهجوم مضاد وإخراج الميليشيات من مواقع تمركزها التي تمكنها من شني هجمات على المقاومة وعلى بعض أجزاء المدينة المنكوبة والمحاصرة صمود تعز أسطوري لم يكن يتوقعه قادة الميليشيات الحثية العفاشية وهو رمضان آخر يأتي وتعز تحت القصف لكنها تزداد قوة وثبات وإصرارا على تحرير ترابها وإلى موقع الصحوانت والذي أورد عددا من العناوين منها الحكومة تتخذ قطوات لحل مشكلة الكهرباء في عدن وقال الموقع إن مجلس الوزراء أقر تشكيل اللجنة لمتابعة توفير الوقود لمحطات توليد الطاقة والأسواق المحلية بصورة عاجلة برئاسة محافظ عدن وعضوية كل من وزير النقل ونائب وزير النفط ونائب وزير الكهرباء وقال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر إن تواجد الحكومة وأعضائها في العاصمة عدن يهدف في المقام الأول إلى الوقوف عن كثب على مشاكل وقضايا المواطنين في عدن والمحافظات المجاورة والمحررة بشكل عام واتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة تلك المشكلات ووفقا للإمكانات المتاحة وبحسب الأولويات وأهميتها وقال بن دغر الناس صبروا بما فيه الكفاية وعلينا أن نكون عند مستوى المسئولية ولا نخذلهم قبل مطالعة أهم مقالة الصحف العربية الصادرة اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا نعاود الترحيب بكم مشاهدين الكرام ونصحابكم في جولة بين أهم ما قالته الصحف العربية والبداية من صحيفة الجريدة الكويتية والتي تابعت المحادثات اليمنية وقالت ولد الشيخ يرحب بإفراج قوات التحالف عن 52 طفلا يمنيا وقالت الصحيفة أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد رحب بإفراج قوات التحالف العربي عن 52 طفلا يمنيا تمهيدا لتسليمهم إلى ذويهم معتبرا عملية الإفراج قال إنها خطوة إيجابية في ملف السجنة كما دع المبعوث الأممي جميع الفرقاء إلى تنفيذ التزاماتهم والمضي قدما بهذا الملف الإنساني والإفراج الكامل عن جميع الأسرى والمعتقلين بأقرب وقت ممكن وأشار إلى أنه التقى شخصيات سياسية ودبلوماسية لإطلاعها على آخر المستجدات موضحا أن الجميع جددوا دعمهم لمسار السلام وأهمية التوصل لحل سياسي شامل ينهي النزاع ويؤمن الاستقرار للشعب اليمني وإلى صحيفة عكاد السعودية والتي تابعت التطورات السياسية وعلقت توقعات باتفاق وشيك بين الأطراف اليمنية في الكويت تقول الصحيفة توقعت مصادر مطلعة يمنية عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية مؤكدة بأن المساعي تفذل للوصول إلى صيغة توفقية يرجح أن يعلن عنها خلال الأسبوع القادم وأفدت المصادر لعكاد أن لقاءات غير مباشرة عقدها المبعوث الدولي لليمن ولد الشيخ أحمد مع الوفد الحكومي من جهة ووفد الإنقلابيين من جهة أخرى في محاولة لتقريب وجهات النظر حول صيغة حل توفقية يرجح بروزها خلال الأيام القادمة وأشرت المصادر إلى أن الحلول السياسية تستند إلى المرجعيات السياسية وسيصدر بها قرار دولي ملزم لكل الأطراف وتقضي بعودة الرئيس هادي إلى صنغاء وتسليم الأسلحة للجنة عسكرية خليجية ودولية ومن العنوين أيضا أطباء بلا حدود المدنيون في تعيز يتعرضون لحرب وحشية تابعت صحيفة الشرق الأوسط التقرير الخاص بانتهاكات الطفولة والذي أصدرته الأمم المتحدة قبل أن تعيد صياغته من جديد ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية في نيويورك إن الزج باسم التحالف العربي في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة كانت عملية مبرمجة ومقصودة وأضفت المصادر الدبلوماسية رافعة أن إضافة التحالف العربي للقائمة السوداء تم في اللحظات الأخيرة قبل نشر التقرير وكانت الشرق الأوسط قد كشفت ملابسات الزج باسم التحالف العربي في اللحظات الأخيرة في قائمة التقرير الأمر الذي أدى إلى كثير من التساؤلات داخل أرويقة الأمم المتحدة عن الجهة التي أمرت وقررت إضافة اسم التحالف وتراجعت الأمم المتحدة وحزفت التحالف من القائمة بعد جهود مضنية حد وصف الصحيفة التاريخ مصدر للفهم والتخطيط وكذلك للفتنة تحت هذا العنوان كتب سعيد الشهابي مقاله المنشور في القدس العربي وقال الكاتب لقد تحول التاريخ إلى أحد أدوات السياسة في عالم اليوم خصوصا في غياب حكم القانون وتداعي التزام الساسة وأصحاب القرار بالقيم والمبادئ والأخلاق فالسياسي أو الناشط المفكر الذي يسعى لإسقاط التاريخ المبتور على واقعه إنما هو انتهازي بعيد عن الموضوعية والواقع ولا يؤدي هدفا نبيلا سواء للبشرية أم للأمة أو للفئة التاريخ مصدر إلهام ومدرسة للمتعلمين ومنبع علم لا ينضب ولكن بشروط عدم تقديسه أو إسقاطه بشكل أعمى على الواقع أو اعتباره أداة لضرب الآخرين أو الخضوع لإملاءاته ما لم تعرض على مرجعيات أهم كالقرآن والسنة النبوية عند المسلمين فما يحتويه إنما هو اجتهادات البشر التي لا تخل من الخطأ ولا يمكن اعتبارها مرجعية إلا بقدر التزام أصحابها بمبادئهم والحقيقة التي يحتويها ذلك التاريخ نسبية وليست مطلقة ومحكومة بظروفها الزمانية والمكانية ومرتبطة بأفراد أو جماعات محكومين بمنطق الصواب والخطأ وفي الوقت الحاضر أصبح واضحاً أن التاريخ يستخدم كسلاح في معركة كسب النفود بأية وسيلة مهما كانت دنيئة وتوخي الحذر هو الأسلوب الأسلم حين يسعى البعض لإسقاط التاريخ على الواقع أو يستخدمه لاستشراف المستقبل التاريخ مكمل لحياة البشر خصوصاً من يتطلع منهم لتجاوز هفوات الماضي وعقده ولكن من الضرورة بما كان قراءته بموضوعية وتجرد وتنقيحه من التزوير وتحقيق وقائعه وفق المحددات العلمية وأن تكون القراءة شاملة تستحضر طبائع الناس على اختلاف أمزجتهم وانتماءتهم ومدى استقامة سلوكهم وشخصهم وإلى صحيفة البيان الإماراتية والتي تابعت موضوع عودة الحكومة إلى عدن وقالت الحكومة اليمنية تعقد أول اجتماع لها في عدن تقول التفاصيل عقدت الحكومة اليمنية برئاسة أحمد عبيد بن دغر أول اجتماعاتها في العاصمة عدن بحضور عدد من الوزراء ومحافظي عدن وأبيان والضالع تتابع الصحيفة الاجتماع كرسة لمناقشة الأزمات التي تعاني منها عدن وباقي المحافظات المحررة حيث استعرض بن دغر حجم الصعوبات التي تواجهها حكومته وطرع عددا من الخلول التي تسهم في وضع حد للأزمات في المحافظات المحررة بينها إيقاف تحويل أي مبالغ مالية إلى البنك المركزي بصنعاء وتحويل كل الإرادات إلى البنك المركزي فرع عدن وأشدد بن دغر أن على الحكومة دورا كبيرا في تخفيف معاناة المواطنين في المحافظات المحررة من خلال حل أزمة المشتقات النفطية والكهرباء والماء واستكمال عملية دمج المقاومة بالجيش والأمن وإلى صحيفة الاتحاد والتي عنونت بالشأن اليمني مقتل 12 حوثيا باشتباكات في البيضاء وفي التفاصيل قتل 12 عنصرا من ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية وأصيب 30 آخرون بجروح خلال اشتباكات اندلعت أمس في بلدة الزاهر في محافظة البيضاء وسط اليمن تتابع الصحيفة في التفاصيل لكن عن تعز هذه المرة وتقول استشهدت امرأة وطفلها بقصف صاروخي عشوائي شلته الميليشيات على حي وادي القاضي في تعز تتنقل الصحيفة بعدها إلى محافظة حضرموت وتقول اغتال مسلحنا مجهولون ضابطا في الجيش اليمني أثناء مروره في أحد شوارع مدينة القطن في محافظة حضرموت وأفاد مصدر محلي بأن مسلحين يستقلون سيارة من دون أرقام اعترضوا طريق أحد ضباط قوات الجيش في القطن ويدعى عبدالله بفلح وأطلقوا عليه النار ثم لاذوا بالفرار وحاول مصعفون نقله للمستشفى إلا أنه فارق الحياة إلى صحيفة العربي الجديد والتي جاء فيها الإنذار المبكر أزمة الغداء تتفاقم في اليمن تقول العربي الجديد كشف تقرير حديث أصدرته شبكة الإنذار المبكر عن المجاعة استمرار الأزمة الإنسانية في اليمن بسبب الحرب القائمة منذ أكثر من عام وأضافت الشبكة التي يشرف عليها برنامج الأغذية العالمي أن الحرب تجعل منظم الجهود عاجزة عن تلبية الاحتياجات الكبيرة كما تنبأ باستمرار تفاقم الأزمة الإنسانية خاصة الغذائية منها وسط التوقعات بغزو أسراب كبيرة من الجراد الصحراوي واستمرار تدهور الوضع الاقتصادي وأوضح التقرير بأن الصراع يقف مانعا أمام حصر أسراب الجراد التي تؤثر كثيرا على الإنتاج الزراعي كما أن نسبة هطول الأمطار التراكمية في اليمن خلال الشهور السابقة من العام الجاري بلغت أقل من المتوسط مع حدوث فيضانات في بعض المحافظات في هذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه ونتابع معا مجموعة من رسوم الكاركاتور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة